مرحبا اصدقائي كيفكن? كيف صحتكن? ان شاء الله تكون وكلكم بخير يا رب. اليوم اخر فيديو هادا متل ما يكون شايفين. ما اللي نايم ممنيح طول مباحة طول الليل عم جاهز لغراض. طبقناه هون. وخلصنا كل شي. واليوم اخر فيديو هادا رح صوره بهاد الجهاز. بعدين خلاص هاد الجهاز رح انزعه. اه متى ما حكيت لكم شاي الجهاز انا صغير. ما بعرف ازا رح اقدر فيو صور فيديوهات ولا ما رح اقدر صور فيو فيديوهات الله اعلم ما بعرف. وازا اقدرت تصور فيو فيديوهات كيف رح تكون الدقة ما بعرف الله اعلم. بس ازا اقدرت رح صور لكم الطريق ان شاء الله ازا تيسرت معنا. اليوم بنفس تاريخ تنزيل هذا الفيديو. الساعة ست المساء رح يكون الانطلاق. ان شاء الله. اما العبور فما في ساعة محددة. يعني رنشوف الوضع كيف عالطرف التاني. وهذاك الوقت رح انقرر. وبالنسبة للطريق كمان الطريق انا مرة تانية اتغير معي شغلات بالطريق. واختلف معي الطريق. حتى المجموعة اللي طالع معها اتغيرت. لاسباب كتيرة. يعني شفت انا شو بيناسبني عالطريق رح اعمل. مجموعة هاي تأخرت يعني رح يتأخروا بالوقت وانا مستعجل وقاعد كنت عم بنتظرهم بدي اطلمان. وفاجأة بيقولولي انه هنن تأجلت سفرتن لاني هنن اشخاص ما معن كملك. وما في منهم معن كملك غير اسطنبول. فتأجلت سفرتن ما بعرف شو وصلوا معنا عالطريق. فأجلوا سفرتن فانا مباشرة لغيت السفرة معان وفورا بدلت يعني ساويت غير آآ مجموعة. بدلت لشي. فان شاء الله انا اليوم ازا قدرت تصور هنيك. وازا قدرت تصور الطريق رح صور لكم كل شي ان شاء الله يا رب. ادعو لنا بالسفرة. ان شاء الله كل واحد رأي يدي طلع ان شاء الله كل شخص تتيسع سفرته يا رب. بس هيك حبيت تخبركم. وان شاء الله متل ما حكيت. ازا قدرت تصور رح صور ونزل. ازا كان الموبايل اللي معي اللي شايله يعني بيتحمل. لاني ذاكرته كتير كتير صغيرة ما بعرف. يمكن ذاكرته اربعة او تمانة جيكا بايت يعني ذاكرته كتير صغيرة. فان شاء الله ازا قدرت رح صوركم. ادعو لي تتيسر معي السفرة. والسلام عليكم.